صراع بين الأجنحة المتشددة في إيران هذا ما تتداوله طياف الإصلاحيين والمعارضين الإيرانيين لوصف التناحر بين الجمعيات المؤيدة لخامنئي والتي تشكل عصب نظام حكمه جمعية مدرسي الحوزة الدينية في مدينة قم طالبت بفتح تحقيق حول تهديدات بتصفية الرئيس الإيراني حسن روحاني وجهها رجال دين في مدرسة أخرى مقربة كذلك من نظام خامنئي تدعى جمعية فيضية وفقاً للوكالة الإيرانية الرسمية أرنى جمعية مدرسي الحوزة اعتبرت أن جمعية فيضية تطلق شعارات منحرف عن مسار الثورة الإيرانية بينما جمعية فيضية بررت دعواتها لقتل روحاني لأنه وفقاً لهم ينحرف عن مسار الثورة صراع لا يبدو بعيداً عن لعبة توازن القوى التي يديرها خامنئي كما لا ترى بعيدة كذلك عن سيناريوهات سابقة لمصرع سياسيين إيرانيين شكلوا تهديداً لنظام الملالي أهمهم الرئيس السابق أكبر هاشمي راف سنجاني الذي توفي العام الماضي في ظروف غامضة وفقاً لمقربين منه اللافت هذه المرة أن تهديدات جمعية فيضية لروحاني أتت بصيغة تحذير من مصير مشابه لرف سنجاني وهو ما رأاه كثيرون اعترافاً مبطناً باغتيال رف سنجاني هو الأول من نوعه على لسان رجال دين يعتبرون من البيت الداخلي لخامنائي ترجمة نانسي قنقر